السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل هذا الجزء الثاني نحن اليوم الأحد 17 مارس 2019 والساعة ربما في حدود 11.40 دقيقة بتوقيت الجزائر قريبا يعني وهذا الجزء الثاني للحديث وهذا الجزء الثاني نحن نركزه على نقطتين رئيسيتين نقطة ثانية هي عبارة عن إيجابة عن أسئلتكم حوالي ستة أسئلة والجزء الأول رح نتكلم فيه على كيف نبقي وهجان واستمرارية هذا الحراك لأن هذا الحراك وهذه الانتفاضة إذا توقفت لقدر الله أو ضعفت لقدر الله العصابة رح تقوم بهجوم مضاد وترجع بقوة وتحطمنا تماما يعني رح تنتقم انتقام رهيب جدا لحد الآن الشيء اللي رعبها وخلاها وأن كل جمعة يخرج ناس أكثر فهذا خلاها في حالة ضعف وفي حالة أنها متوترة مرتبكة الآن نشوف أحزابها تتفكك نقاباتها تتفكك حتى قضااتها يخرجون عليها شفنا شرطة تظاهروا ونحن نعرف أن في الجيش هناك نوع من الخروج عليهم إلى آخره فيه أشياء كثيرة لكن لو لو لا قدر الله وقع فيه تراجع عن الاستمرار فيها وعاد النظام عبر مناوراته هذه مناورات نتعى الكاشير اللي رأي دير فيها في الشراطون في الأوراسي الناس يتصلوا بالناس روحوذرة يكونوا معنا في حكومة هذه اللي رح يندرها بدوي إلى آخره لو يرجع رح يكون رح يكون رح يكون انتقامه شديد ولذلك أول وصية نوصي بها خوتي حذروا ثم حذروا ثم حذروا أنا عارب الكيرا مفايقين لكن حضر أخواننا وننصح نفسنا جميعا حذروا من أي مشاركة أي واحد شريف أي واحد مخلص يشارك معهم في هذا الحوار اللي يسمونه حوار الحراك الشباب مرات حتى يقولوا راهم دعوا إلى فرنسا إلى آخره أي واحد يشارك معهم راهم باختصار بسيط راوا يحرق نفسه إذا كان صادق وإذا كان كاذب راهم من قبيل والناس راهي لن تسمح الناس لن تسمح هناك قرار جماعي عند الشعب الجزائري بأنهم لن يسمحوا لهذه العصابة بإعادة إنتاج نفسها بإعادة ريسيكلاج بإعادة تدوير نفسها مستحيل إلى عودة تدورة روحها تزيد دمار رواطن للسنوات الباقية والمهم هما بنسبة لهم إنها بالـ 80 مليار دولار أو الـ 75 مليار دولار اللي رأي بقيت لهم ويبيعوا الأراضي تاحهم ويبيعوا الفيلات والشقق ومن بعد يخلوها خالية على قاعا صفصفة ويهربوا ولذلك أيضا كان بعض الناس نصحوني قلوا لي واش تنصح في هذه الفترة أنصح في قضايا اللي هي المعاملات التجارية ما تشريش اللي عنده فلوس ما يشريش لا شقة ولا فيلا ولا أراضي ما يشريش أراضي راح ترخص الشقق راح ترخص الفيلات راح ترخص لأنه باختصار بسيط العصابة هذه على بواب أن تتفكك وتتشتت وراهم بدأوا يهربوا هناك من ثبتلي باللي نصف سكان كلوب ديبان قادروه هذا الكلام كان لولبارح ما نشعارف اليوم وراه واصل وناعرفوا باللي راح يبعثوا في إنساهم وفي أولادهم اللي ما همش في البلاد راح يبعثوا فيهم إلى أوروبا وإلى أماكن أخرى باشي اللي أنا معارفين يعني الجماعة الحاكمة عارفة بلي السي خلاص أنا في نهاية حكم هذه الجماعة راح معارفينها لما يروحوا مئات الألاف من الشقق ستظهر ملايين الهكتارات من الأراضي ستعود ستظهر ألاف ربما عشرات الألاف من البيوت والفيلات ستظهر كل هذا سيظهر وبالتالي الشيء اللي راح يقلع الآن هو وشنو هو العملة الصعبة هنا شفنا اللورو والدولار تفع إلى حد ما نشعر بالرواس اليوم لكن كنت شفت بلي قبل أسبوع ولكن في 22 يعني للورو لكن ما تبعتش هذه اليومين ثلاثة الأخيرة فاللي راح يرتفع هو العملة الصعبة واللي راح تنخفض هو الأراضي والشقق والفيلات وكذا فما تشروش اللي خاصة اللي كان دا سدراهم بشيشري ولا لأن إن شاء الله سترخص راح ترخص إن شاء الله تجي حكومة من الشعب وتكون عادلة وتعصح الناس تدي حقوقها إلى آخر وهذا اللي رامناها بين الشقق وكذا الناس تسترجح الحكومة إن شاء الله بإذن الله الحكومة اللي تكون تخدم الشعب الآن فيه قضايا أخرى كثيرة راح نسمعو الجمهورية الثانية مرات من فضلكم إخواننا هذا موضوع راهو الفيدرالية ووحد يقول كذا خلي الناس تعبر على راعها كما تحب ما تقلقوش راحكم والجمهورية الثانية وحد تقول جمهورية علمانية كل väldigt كانت جمهورية الأولى جمهورية عمر Nodal الخطاب ومي كانت كلها جمهورية علمانية به Chaos بالعكس الآن الجمهورية الثانية هذا هو الشعب اللي قرر كيف ستكون الجمهورية الأولى مكانت لا جمهورية أول نوفمبر ولا جمهورية الشهداء والجمهورية كانت جمهورية نتاع ضباط فرنسا ونتاع الكولون ونتاع فرنسا يعني هذا هي يعني وشن الجمهورية الأولى يعني فالجمهورية الواحد يقول نسترجع للجمهورية النوفمبرية ما كانش كاينة جمهورية نوفمبرية كانت جمهورية الكولون جمهورية جيش الحدود واستعان بعدين بضباط فرنسا وبالكولون هذا ما كان هذه الحقيقة والدليل كانت كاينة جمهورية نوفمبر حقيقة كما أرادها أهل نوفمبر نصل وين وصلنا له و نقولو و إن وصلوا بالرضاة الليEOковАll Together ليقولي جمهورية الأولى جمهورية نوفمبر معناها رايطيح في Pro �ver رايطيح بالثورة وب Pro �ver و رايطيح بشكل رهيب لماذا؟ لان هذه الجمهورية الأولى هي الكارثة فما تدخلش في اللعبة حين لا تدخلوهم بأعاكم بعقلك ما كان أنا أجمهورية نوفمبر دعاية أن أجل جمهورية كولون وورثة الكلون album اللي هما يتسمى بأسماءاتنا و لوانهم كماتمونا و خربوا البلاد أكثر مما كانت النقاط اللي حبيت نذكرها لكم بسرعة قبل أن نجيب على الأسئلة شوفوا يا إخوان كاين حاجة تسمى التذكير بالمبادئ الاستراتيجية الأربعة أنا نشوفها بمبادئ الاستراتيجية الخمسة كنت ذكرتها لكم قبل ثلاثة أيام والأربع أيام لكن الآن نجيبها نعود نشير لها يعني ما هي المبادئ الاستراتيجية اللي تخلي هذا الحراك تخلي هذا الانتفاضة تستمر وتتقوى وتتعزز وتؤدي إلى إسقاط العصابة إسقاطها بطريقة حضارية المبادئ الخمسة المبدأ الأول والرئيسي الحفاظ على الانضباط اللاعنفي في كل الظروف معناها الحفاظ على الانضباط السلمي في كل الظروف قمع استفزاز يستفززوك الضربوك أنت دائما مسالم وسلمي بعبارة أدق لا عنفي أنت لا عنفي يعني اللاعنفي أفضل من سلمي سلمي قد تبدو كأنها بصيف يعني هو تبدو كأن الإنسان يخاف كذا لا عنفي لا لا عنفي هو يواجه ويقاوم ولكنه ما يحملش السلاح وما يدخلش في معارك وفي الضرب إلا في حالة دفاع عن نفسه في حالة ضيقة جدا يعني المبدأ الثاني تجنيد كل فئات الشعب في الحراك هذا مبدأ مهم جدا الآن هذا المبدأ رأي يتعمق لكن ما زال ما أكملش لازم كل فئات الشعب يتجندوا في الحراك موش برك يخرجوا في مظاهرات كما مظاهرات الجمعة هذا شي جميل لكن لا يتجندوا يصبحوهما طرف فاعل في الأيام الأخرى يعني إلا رأي يشتغل في إدارة يصبح معه الحراك إلا يشتغل في شركة يصبح معه الحراك إلا يصبح هو يدفع الحراك ويدفع الانتفاضة ويدفع على رحيلها ويقول لازم تروح هذا العصابة إلى آخره يتورط نظاليا يتورط نهائيا في النظال بحيث أنه يعد يعرف باللي ما يقدرس يتراجع لأن كلما تورطنا نظاليا إذا شئنا في المعركة هذه كلما زاد عددنا وقوي عضدنا واشتد عودنا وواجهنا هذه العصابة اللي هي تضعف بطبيعة الحال لأنه يخرج من عندها عناصرها ويلتحقوا بينا كما الآن أو يلتحقوا من لفلان أو يلتحقوا من الجيتي أو يلتحقوا من التلفزيون من الراديو هذا الشيء ممتاز فهذا يقوينا نحن ونصبحوا أكثر بكثير ويصبحوا مع قلبي كثير ويصبحوا مع خايفين هربين مرعوبين وانبدأوا يهربوا كما قلنا الموضوع الثالث الاستراتيجي الثالث المبدأ الثالث سحب كل ركايز العصابة من تحتها ما معنى سحب كل ركايز العصابة من تحتها هنا واحد من ركايز العصابة هما خمسة أو ست ركايز عندها القوى القمعية الأمنية عندها القضاء عندها الدين في الوضع الجزائري المساجد إلى آخره عندها المدارس أحيانا أيضا كيفاش يوصلوا الأمور عندها المال وعندها الدعم الخارجي إلى آخره خمسة ستة ما ركايز هاو مثلا عندما نسحب القوضات هاو القوضات يلتحقون بالانتفاض الشعبي هذا يقول له بدل ما كانوا القوضات ضدنا ويحكموا ضدنا ودخلونا للسجن واللي يروح يتظاهر السجنه إلى آخره يقول له لا هم ضد العصابة وهم يرفضون يحكموا على أي واحد بل ما يشتغلوش بل يعاونوا على رحيل العصابة فالسلاح اللي كان عنده اللي هو أنتع القوضات يقول لي سلاح في يد الشعب فهنا سحبنا منه سلاح أو ركيزة أساسية اللي هي ركيزة القوضات الآن نفس الشيء ممكن ينطبق على الإداريين مثلا يخدموا في محل الإدارات يخدموا في الولايات في الضوائر في البلديات حتى اللي مع في البرلمان هاو اليوم واحد اسماء العسكرين سحبا نهائيا نتمنى على باقي الأحزاب أن تسحب عناصره حتى بعد 24 يوم مازالوا موقفين مازالوا يحبوا ياخذوا الربعين مليون تاعة البرلمان مش حابين يتخلصوا والو كالراضيعي لا يفطمي على حليب يومه هاد الجماعان لا يفطمون على الريع وعلى الملايين شاب خلاص رامون طفل ويش تحبوه تحبوه يزحف خطرقوا على البرلمان ويلقاكم فيه يتقوا الله إذا نسحبوه أكبر عدد ممكن نسحبوه القوضات ينسحبون هاهم الإعلاميين في القنوات خاصة حتى حكومية ينسحبوا نتمنى على القنوات الخاصة خاصة على العارة ينسحبوا وهكذا فالركائز هذه اللي كانت تدير لبروباغندا متع النظام واللي كانت تدعمه واللي كانت للبوليس القاضاء يولوا مع الشعب شفنا المرليفات حتى الشرطة تظاهروا مع الشعب في المرة الجماعة القادمة سنرى عسكريين تظاهرون مع الشعب وباللباس العسكري سترون ذلك إن شاء الله هذا مهم جدا كمبدأ رابع كمبدأ ثالث المبدأ الرابع استجلاب التعاطف الخارجي وعزل العصابة دولية استجلاب التعاطف الخارجي ماهوش من عند الدول والحكومة لا نحن ضد التعاون أو التعامل أو أي طرف أي مجموعة أي منظمة مقاومة أي شباب أو يتعامل مع جهات خارجية لا نحن نستجل بالتعاطف الخارجي نتعلى للشعوب صحفيين منظمة الخيرية منظمة الحقوقية منظمة الإنسانية هذون يكونوا معنا بدل ما يكونوا ضدنا لأن النظام يحب يستخدمهم ضدنا الآن الآن هو يشيطنوا لأنهم بدأوا يشيطنوا في هذا الانتفاض قالوا يبدأوا يقولوا الإسلاميين الإسلاميين فيبدأوا يشيطنوا في الإسلاميين أنتم عارفين كلمة الإسلام تعتبر شبه قادرة عند كثير من الغربيين إذن نحن بدل ما هم يعزلوا هذا الانتفاض دوليا كما راه يدير العمامرة الآن ويمشي عند هذه الدول يطلب منهم مساعدة أو يخوفهم من أن هذا الشعب اللي راح يجيكم راح يكون شعب شعب بتاع مسلمين وشعب ضد مصالحكم إلى آخر يقولون لا نحن المصالح مصالح مشتركة تحترم مصالح دولتنا نحتمر مصالح دولتكم ما عندناش مشكلة تحترمون أن نحترمكم يعني تعامل المعاملة بالمثل لعل هذه راني ذكرتها أكثر من مرة من قبل بدل إذا ما هم يعزلوا هذه الحركة وهذه الانتفاضة المباركة نحن هم نعزلهم وهذا بالتعاون والتواصل مع الفاعلين على الساحة الدولية مثلا تارك موجود في بلجيكا بلجيكا تعرف صحفي جيد تكتب له تشرح له تفهمه تقلوا شوفوا شوفوا رح يحدث شوفوا العصابة وشوفوا يتحب تدير رحيت تحب تشيطن هذا الحراك رحيت تحب تبين كذا فيكونوا الصحفيين معنا يكونوا حتى الكتاب معنا مثلا يعرف أنا عارب اللي في جزائرين علماء كثير يعرفون جماعة نوبل يتصلوا بهم مثلا من جماعة نوبل جماعة نوبل يسنيوا وثيقة مثلا أن هذه العصابة اللي تحكم شعب جزائري شعب جزائري يجب أن يقرر ما يصيره إلى آخره عجبني قبل يومين أو ثلاثة صدر بيان من علماء جزائريين في أمريكا ويندد بالعصابة ويدعم الحراك الشعبي فهذا الشراية شيء ممتاز هذه الأشياء اللي يجب أن نعملوه إن شاء الله بلك في الأيام القادمة أيضا نفصل ونقدم بعض وبالمناسبة أخواننا اللي يعرفوا في العلاقات العامة يبعثوا لي أشياء باش ننشرها على الموقع يعني اللي عندهم يعني كيف يديرونا بيزنس بلان كما يقال ولا ماركيتينج بلان كما يقال وهو كيف يتواصل الجزائريين اللي في مثلا في أوروبا مع العالم الخارجي مع الصحافة مع السياسيين معه 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 يتواصلون معهم فقط لفضح العصابة ولشرح قضية شعب جزائري لكن ما يكونش تواصل على أساس منظمات والأحزاب مع حكومة هذاك نحن نرفضه في المطلق المبدأ الخامس توحيد الهدف والجهود على مستوى الوضع الآن رأيهم يهتفوا إلى تكسيرنا قبيلي عربي علماني إسلامي واحد نعم ذاك نجتمعت جابوا أسماء أو ثلاثة يقول لك آه هذون ملحدين مو لا ملحد الله يقدر يكون مسلم لكن مسلم عاصي يقدر يكون عند المسلمين يقول لك آهد وملحدين وعند العلمانين يقول لك آهد وأصوليين فاحذروا حذروا هذه التقسيمات الإديولوجية رأي ما كاش منها الآن رأي نهار ليكون المجتمع حر تكون تقسيمات الإديولوجية صحيحة الآن هذه تقسيمات الإديولوجية مش صحيحة وذكرتها لكم قبل أسباح قلت لكم كيف شفنا مثلا كميثال 92 يعني كانوا ملتاحين وكانوا كذا وخرج الشيخ يقول رحم الله الدبابة التي حمد ديمقراطية بمعنى أن الشيخ كان يعتبر أنه إسلامي ومعروف إلى آخره دافع على الإنقلاب العسكري ضد الشعب لأنه في نهاية المطاف الشعب هو اللي اختار وخرجوا ناس كانوا يقولوا إحنا ديمقراطيين إحنا ليبراليين وإحنا طبعا ديمقراطي هو ضد الحكم العسكر هذا المنطق هذا منطق الأشياء فهذا اللي خرجوا بعد خرجوا هما يدعموا في الدبابة هما اللي جابوا الدبابة حتى ركبوا مع الدبابة ونظروا للدبابة وكانوا يقولوا ديمقراطيين فهذه التسميات في الوضع الجزائري تسميات تعيه كلام فتوحيد الجهود على مستوى الوطن بالق الأهمية بدل ما نروح إلى مواضع أخرى هذه نخلوها لأنه الوقت راوي يضغط خلينا نرجع ونجاوب على الأسئلة نتاعكم والمواضع الأخرى اللي هي تطبيقات للمبادئ هذه اذا شئنا أو تطبيق المبدأ الثاني راح نتكلمو عليه إن شاء الله غدوة لكن قبل ما نروح لنجيب على الأسئلة راه نهار ثلاثة هو 19 مارس و 19 مارس كما تعلمون هو نهار نتاع وقف إطلاق النار سيسيلفو كما يسموه واللي هو تقريبا منه بدأ الاستقلال يعني تقريبا طبعا اللواس من بعد دار جرائم بشعة والمنظمة السرية الفرنسية وارتاكبات جرائم كريثية لكن راه الناس معاولة هذا اليوم إن شاء الله اللي هو يوم يوم 19 مارس راح يكون مظاهرات حاشدة يوم الثلاثة 19 مارس مظاهرات حاشدة وحاشدة جدا إذن حضروا نفسكم إخواني بش تكون مظاهرة أيضا مليونية إن شاء الله بالنسبة ليه 19 مارس لأن 19 مارس يذكرنا بذلك الاستقلال المسروق الذي سرق مننا ذات صيف 92 فنجعله من هذا 19 مارس وهي الذكرى السبعة وخمسين نجعله منها يوم بالق الأهمية الآن خاصة طلبة طلبة طبعا نبعثوكم لدياركم وداروا عطلة إلى آخر بش يفرقوكم على العاصمة وعلى المدن الكبرى نتم خذوا هذه الفرصة بش أنتم تأطروا الناس وتأطروا أصدقائكم والشباب إلى آخره في المقاهي عند الحلاق في الشارع في البيوت إلى آخره كيف لا نسمح لهذه العصابة أن تقوم بلفة وتسرق منا هذه الانتفاضة المباركة اللي رانا رح إن شاء الله رح تحررنا بإذن الله ورح ترجعنا كرمتنا وعزتنا وشموخنا ومكانتنا أمام العالم الآن عندي هنا سنوات 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 سيكتر تاريخ إن شاء الله يوم وتعرفون كثير من التفاصيل والناس اللي رح يشتغلوا على الأرض سواء اللي يعرفوا بعضاهم ولا اللي ما يعرفوش بعضاهم فرح يشتغلوا وراه فيه سميته أنا مرة التنظيم هو تنظيم عنقودي تنظيم عنقودي بمعنى أن الناس رح يتشتغل الكرمة اللي فيها العنب يعني رفض كل عنقود وحده لما يسقط عنقود يبقى الباقي والعنقود ما يعرفش العنقود اللي بجنبه يعني ما يتصلش به مباشرة لكن فيه اتصال تعخيط هكذا تعجزع صغير يجمع ما بين عنقودين ثلاثة أربعة خمسة دون أن يكون اتصال مباشر فهذا هو تقريبا ماذا حدث كتفسير إجمالي يجي يوم تعرفوا التفاصيل الأخرى إذن لا توفيق لهم يحزنون كل كلام على دخول توفيق توفيق يدير حراكي ماذا ما وعندما تسقط العصابة هذا يسقط توفيق وجماعته توفيق اللي يلقيته في الجزيرة كملاح يعني ممكن توفيق يكون من أول هاربين نهار ليسقط تسقط العصابة توفيق يكون من أول هاربين لأنه واحد من أكبر المجرمين في تاريخ الجزائر المعاصر فكيفاش يدير حاجة تولي ضده كيفا ولذلك ما تقعدوش تسمعوا لهذا وقلت دياريس القديمة دياريس تعتوفيق لا ولا شيء ولا هم عارفين شيء ولا هم عارفين أصلا كيف بدأت ولا كيف كانت تحركت ولا شيء الناس رأي تشتغل اشتغلت في الداخل وفي الخارج أحرار أبناء الوطن وسيكتب التاريخ عن هذا الموضوع في لحظاته إذن ما تخلوش يلعبو بيكم ولا سلافي ولا ليبرالي ولا أنا كل هذه التسمية اللي تسموها أنتما لا أعترف بها أنا أعترف بالسلوك والعمل لكن نشوف الناس تعمل بسلوك هنقول هذا هذا ديمقراطي صح هذا إخواني صح البقية هذه التسميات أنا ما عندها حتى معنى عندي أنا نعترف بروحي جزائري مسلم هذا ما كانتها الموضوع تجري في دماء أمازيغية أنا عربي تجري في دماء أمازيغية أتشرف بذلك وأعتز بذلك بعروبتي وبأمازيغتي وأنا مسلم قبل ذلك وبعد ذلك وجزائري والحمد لله أستاذ لم تتكلم عن تعيين الجنرال بن داود في الأمن الخارجي خلنا نخلوه هذا السؤال هو الأخير لأن هذا مليح يسمع شوية رسائل أستاذ هل صحيح أن هناك إمكانية تتدخر روسيا أو فرنسا في الجزائر عسكريا أرجو الرد من فضلكم لا ليس هناك أي إمكانية ليس هناك أي إمكانية في الوقت الحاضر للتدخل لأي طرف عسكريا ما دام الحراك هذا والانتفاضة سلمية وما دام الشعب متحضر وما دام الناس راه يعارفة واش راه الدير وما طالبها واضحة وما دام مجبدوناش بلطاجية واستفزون وتخنى معاهم وما دام هذا لا يتدخل أي جهة خارجية أعرفين أي تدخل خارجي سينقلب عليهم وينقلب عليهم بشدة إذن ما إنه من ناحية هذه إخواني على الأقل في المرحلة هذه اللي هي بكل تأكيد ولذلك علينا أن نسرع بإسقاط العصابة علينا أن نسرع قدش الآن رهم كما ذلك المسروع رهم يطيح وينوض مش فهموا شي دير رهم مرتبكين صح لو كان طول الفترة يقدروا يعاود وجود مستشارين روس وصينيين وأمريكيين وفرنسيين ويبدأوا يديرونهم بشياطين يبدأوا يحسبونهم ويخدمونهم فيمكن يكسروا الحالة ومن بين تكسار ضرب العربي بالقبائلي والعلماني بالإسلامي هذه نقاط مهمة جدا الشعب يصمم على المطالب والسلطة تتشبث بأمريكا وفرنسا والروس والصين لقد دعمت الروس والصين الأسد في سوريا وما دوروا في فنزويلا يا ترى كيف سيكون تعاون مع السلطة في الجزيرة والشعب العظيم لن يفعلوا شيء فقط سرعوا بإسقاط هذه العصابة سلميا ولن يفعلوا شيء بل بالعكس يعودوا يجروا من بعد باش يتصلوا بالحكومة الجديدة أو النظام الجديد باش يحافظوا على مصالحها ونحن ليس لدينا مشكلة باخترام المصالح المشروعة للدول يحترمون مصالحنا ونحترم مصالحها أستاذ العزيز أتمنى أن تعطينا رأيك حول الوثائق المسربة الاتفاقية إيفيان ومدى صحتها إن أمكن تحياتي صراحة أنا لم أشاهد هذه الوثائق واللي رأى عنده هذه الوثائق المسربة يبعثها لي وأنا سأطلع عليها ونقول لكم ما أعرف ما أعرف وما لا أعرف إذا كنتنا عرف حاجة نقول لها لكم إلا ما نعرفش حاجة نقول لكم ما نعرفش فلم أطلع على هذه الوثائق أستاذي الكريم من فضلك أجبني عن هذا السؤال في فرنسا حوالي 12 يوم سمعت إشاعة تقول أنك اجتمعت يعني اجتمعت مع طابو وأمير ديزاد على إنشاء حكومة انتقالية أو من يؤثر الحراك أرجو إجبنا ووضوح لنا هذا صحيح أنا طابو أدي أول مرة التقي صحيح كان لبينتنا اتصالات بالهاتف ربما من 2008 اتصلنا ثلاث مرات ربع مرات كان أراد أن يدعوني في 2008 باش نلقي كلمة في مؤتمر الأفافاس أنا ذاك وكان هو ذاك الوقت وسكرتل الأول ولكن أنا كنت عارف أن بعض الطيارات المتنطعة داخل الأفافاس لن تسمح له بذلك جزء جزء متنطع الأفافاس كحزب عمون جيد لكن عندهم عناصر متنطعة عندهم عناصر إجرامية يعني صراحة عناصر استئصالية وإن كانت انتمت لأفافاس ربما خداعنا أكثر منها شيء وكان باش يدعوني وأنا كنت عارف واتصل بي وقالي نريد أن ندعوه وكانتلقي كلمة في مؤتمر قلت له خلاص ما عندي مشكلة أنا سأكون معكم لكنه لم يتصل من بعد وبعت لي رسالة يعتذر فيها أنه لم يكن ذلك ممكن لأسباب متعددة قلت له أنا مفاهم لا حرج عليه وممكن تقينا مرتين وثلاثة في برامج ولكن هذه أول مرة التقيه في باريس لما ذهبت إلى المظاهرة مظاهرة باريس قبل عشر أيام تقريبا أو قبل أسبوعين لا أسبوع أو أسبوعين لا أتذكر الآن يبدو التعب بدأ يأخذ مننا حتى الذاكرة المهم التقيت هناك تعشينا مع بعض واجلسنا مع بعض ممكن أن نتعشى وممكن ساعة وكان فيها حديث نقاش للحاضرين اللي كانوا حضروا لتلك المظاهرة بما فيهم المنظمين أو الحاضرين كنا ممكن للبعطاش والفمسة عشر نتعشى مع بعض وكان أمير أيضا موجود معنا في هذاك العشاء وهذا هو كل علاقة أنا بالعكس طيب يعني علاقة احترام متبادلة بينتنا نختلف في بعض الأفكار السياسية ونتفق في بعض الأفكار وهذا شيء طبيعي في المستقبل ممكن نتعاونه على ما يخدم الجزائر إذا اتفقنا على أشياء وممكن فقط نبقى وكل واحد يحترم الآخر بدون إشكال لكن أنا أعتبر أن إنسان مقاوم وإنسان مناضل وإنسان بالفعل وقف على مبادئ واستمر فيها حتى حينما خرج من الأففاس وغادر الأففاس لأسباب رأى ربما هو أن الأففاس لم يعود الأففاس الذي كان إذن ولا حكومة انتقالية ولا نؤمن بالحكومة الانتقالية في الخارج ولا أؤمن بهذا ثم أنا لا أؤمن بأي منصب في السلطة وأنا قلتها عشرات المرات أنا لا أطمع في دنيا الناس لا أريد أي منصب في أي وقت في أي زمان أنا أريد أن يتحرر الشعب الجزائري وأن أكون مع الشعب الجزائري وأن أكون أنزل أنزل إلى جيجل أو أنزل إلى بسكرة أو أنزل إلى تمنراست أو إلى عنابة أو إلى بجاية أو إلى لغواط أو إلى بشار أو إلى تلمسان وأنا بين الناس ونروح نجلس نتكلم نقعد نشرب قهوة نشرب شاي إلى آخره ويكون عندي رأيي إن شاء الله نعبر عليه ونقل رأيي في الموضوع وندخل في ما يسمى empowering the society بمعنى أننا ندخل أنا قناعتي أنا هم شيء اللي ممكن نقدمه للمجتمع الجزائري في المستقبل هو تقوية المجتمع بحيث لا يأتي يوم ويصر فيه انقلاب عسكري لا يأتي يوم وتسيطر فيها جماعة ضد إرادة الشعب لا يكون الشعب هو مصدر القوة ومصدر السلطة وأن لا يتم استعباده أو استبعاده عن القرار السياسي أو استعباده من طرف جماعات ناهدة إذن طمئيني يا سيدة السؤال الأخير مستاذ لم تتكلم عن تعيين الجنرال بن داود في الأمن الخارجي نعم نسمع طبعا الخبر هذا قبل أربع أيام تعيين الجنرال بن داود أحد كبار المجرمين مفسد لس وشخصية ضعيفة جدا يعني من النوع اللي لما كان بوتفليقة في فالدوغراس كان يروح يجري عن السعيد بوتفليقة اللي كان قال له مساحلي صباط حشاكم يمسحوله يعني كان يروح يجري عنده وش نقدم لك وش ندير لك وهو جنرال في المخابرات كان يومها جنرال في المخابرات كان يرأس القسم المخابرات في باريس عينه قبر أربع أيام ومناسبة أن سيب سلال وأن عليهم ملف طويل وعريض عينه لأنه صارت يشاعة بأن هذه التحركات في الخارج تعالى العناصر المعارضة والمقاومة في الخارج رهي مزعجة جدا وأن هذا محمد بوزيت المدعو يوسف وهو واحد من منطقة جيجل أنه فاشل أنه جنرال فاشل وأنه لم يستطع إيقاف الناس اللي يتحركوا في الخارج ولم يستطع توقيفهم وأصبحوا يذهبون في العواصل ويتكلمون ويلقون خطابات ويتحركوا كما يشاءون فلازم يوقفهم يوقفهم على حدهم يظنوا بهذا بن داود يوقفون على حدنا يو إحنا اللي نعرفه على بن داود يقعد هو ميات سنة ما يقدر يعرف علينا شي لأنه إحنا لماذا يعرف علينا شي لأنه إحنا كل شي واضح وكل شي ما عندنا ما نخفيه لكن هو عنده خبرة عنده خبرة يبدو يبدو عنده خبرة في التسموم في استخدام السموم لاغتيال معارضين يبدو سنرى ذلك إذا شفت واحد معارض قتل بالسم فلا تستبعدوا أن بن داود هو المسؤول عن هذا فهل اللي راح يدير فريق للتسميم لأنه عندهم طريقة هكذا الآن ممكن يجي مدلك ماكلة مدلك الماء مدلك باش يسمك يعني وهذا أنا عارفينها يعني عارفينه وعارفينه من الداخل يعني أنا مصادري من الداخل قالوا لي أنا أكثر من مرة أحذر المكان فلاني لو تذهب فيه ما تاخذش ولا شي لا تأكل ولا تشرب ولا تاخذ من أي إن كان شي هذا قبل حتى ما يجي هو ابن داود لكن يبدو أن ابن داود درس أرسلوه بلك يقدر يقوم بعملية اختيال لكن اختيال لا تبدو أنها اختيال يعني تسميم هنا منيش عارف ضربة هناك حادث مرور هناك ممكن لبعض الأصوات التي تزعجهم في الخارج لن تفعل شيء الحافظ والله سبحانه وتعالى ثم نحن بالنسبة إلينا إذا عشنا فهذا أمر طيب لنستمر في المعركة وإذا متنا فذاك انتصار لنا لأننا نموت ونحن على المبادئ إذا يحمل مبدأ حقيقي عنده شعاره دائما نحن لا نستسلم أبدا نحن ننتصر أو نموت ننتصر أو نستشهد نحن دائما ننتصر حتى حينما نموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته